وزارة التجارة والصناعة لها دور كبير للغاية في تحقيق كل أوجه ومجالات التنمية لأهالينا في الصعيد وطبعاً هنتحدث عن كل ما تقوم بوزارة التجارة والصناعة من خلال الوزيرة نيفين جامع وذلك للحديث بشكل أكثر تفصيلاً عن أبرز المشروعات اللي بتقوم بيها ودور الوزارة بشكل كامل أهلاً بحضرتك سيادة الوزيرة أهلاً بيكي زباعة الخير إحنا طبعاً في منتهى السعادة أن إحنا موجودين هنا في صعيد مصر وإزاي أن إحنا شايفين أنه فيه مشروعات تنموية حقيقية بتتم على أرض الواقع وأن هذه بتعتبر جولة رئاسية هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الأديم والحديث سؤالي لحضرتك الدور اللي بتقوم بيه وزارة التجارة والصناعة منذ إطلاق المشروع القومي لتنمية الصعيد وحتى الآن طبعاً إحنا هنوه التانية لوجودنا في الصعيد قد إيه وجودنا في الصعيد ده بيطفي علينا إحنا كلنا بصفة شخصية حتى بيطفي عليكي سعيدة أن كنت تكوني متواجدة مع أهلنا في الصعيد على أساس أن هما بيحسوا قد إيه اهتمام الدولة هما ما بقوش جانب الحكومة مش شايفية ولا الدولة مش شايفية بالعكس هما مجتمع لوحة علينا مجتمع إحنا بنسعى لتنميته بكل المحاور لو أنا حتكلم كوزارة التجارة والصناعة إحنا كان في خطتنا إنشاء 13 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية 13 مجمع دول تتخيالي أن الصعيد لوحده استحوز على 10 مجمعات من إجمالي 13 مجمع يعني أنا بداية من محاوزة الفيوم لغاية أسوان أنا عاملة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التلاتة اللي هما من خلال 13 في الوجه البحري في البحيرة والغربية ومرغم في سكندرية اهتمينا قوي بإقامة هذه المجمعات اهتمينا مش مجرد إن هي تكون مجمعات صناعية لا هي منطقة صناعية متكملة معها منطقة خدمات معها منطقة معارض معها مكان لفرع بنك ليها إدارة لهذا المجمع بالإضافة إن احنا كمان ابتدينا نحدد الأنشطة اللي هي ممكن تشتغل في هذه المجمعات ابتدينا نعمل حصر لكل الميزة النسبية اللي موجودة في المحافظات بحيث إن أنا أعمل توافق ما بين الأنشطة اللي أنا عايزة المستثمرين سواء الشباب والفتيات المواطن الصعيدي بشكل عام إن هو يشتغل عليها ما يبقاش بيشتغل بدون منهجية لا يبقى جاي يعرف إيه هو هيعمل إيه مشروع إيه عاملين دراسات جدوى تفصيلية عاملين برامج تمولية عاملين تيسيرات لتخصيص هذه المجمعات بصراحة يعني أنا شايفة إن احنا اهتمامنا بالصعيد الحمد لله ماشي فيه المصار الجيد اللي احنا كلنا كحكومة وكدولة وكفخامة الرئيس ماشيين عليه إنشاء مجمعات صناعية عددها عشرة تم تنفذها بالفعل في قلب صعيد مصر في كل محافظات الصعيد النهاردة سيادة كيفاندم هتفتتحي وسيادة الرئيس طبعا هيفتتح خمسة من هذه المجمعات الصناعية الأبرز الأماكن اللي هي موجودة فيها وأهميتها في إن هي بتخلق فرص عمل للشباب وخصوصا إنه هي تم ترفقها تقريبا بالكامل يعني بداية المجمعات اللي هيتم تفتتاح النهاردة نسبة التنفيذ فيها 100% فهي انتهى طبعا ترفقها انتهى مجمع الخدمات بتاعها كل الإنشاءات تمت على مستوى عالي من الفنية والحرافية المجمعات اللي هيتم تفتتاحها إن شاء الله إحنا زي ما قلتلك إحنا عندنا عشر مجمعات إحنا النهاردة حنفتتح في بنسويف حنفتتح مجمع بنسويف في الأقصر البغداجي في الأقصر حنفتتح المينيا حنفتتح بنسويف في الأقصر والمينيا وعندنا في سوهاج وعندنا يعني في سوهاج برضو مجمع للصناعات وزي ما قلتلك إحنا متمنين تخصيص إنه إحنا أنشطة لهذه المجمعات مش مجرد افتتاح مجمعات إحنا مجرد إن شاء الله لإفتتاح النهاردة حنعرضهم للطرح هناك كثير من التيسيرات اللي احنا اشتغلنا عليها وديك بتوجيهات من فخامة الرئيس إن أنا أعمل أكبر قدر من التيسيرات وخاصة لمحافظات السيد إدراج إنه يكون إدراج الدور المهم جدا للقطاع الخاص وده الحقيقة للسيدة الرئيس تكلم عنه في الإفتتاح السابق في أصيوت إنه القطاع الخاص لازم يكون لي دور مهم جدا إلى جانب القطاع الحكومي ومؤسسات الدولة المختلفة إزاي ده بيتم فنم؟ أنا كوزارة تجارة وصناعة الشريك الرئيسي ليه في كل خططي وإجراءاتي هو القطاع الخاص يعني أنا كوزارة تجارة وصناعة معانية بإن أنا بحط كل القواعد والإجراءات واللواه اللي بتنظم القطاع الصناعي على مستوى مصر الشريك الرئيسي ليه هو القطاع الخاص من خلال التواصل عندي التحاد الصناعات عندي المجالس التصدرية عندي الغرف التجارية دي كلها مؤسسات من رجال الأعمال من المجتمع المدني اللي بيشركوني وأنا بضع أي إجراءات أو أي لوائح أو أي قرارات بحيث إن هي تعود محصلتها كلها بالنفع علينا كدولة فأنا شريك رئيسي بالنسبة للقطاع الخاص طرح هذه المجمعات النهاردة إحنا بنترحها لكل المستثمرين صغار المستثمرين ما عنديش مانع لو فيه مستثمر كنا في السابق لما أجي أطرح الوحدات كان بحد أقصى وحدتين إحنا سياد توجه إن أنا أعمل أكبر قدر من التأيسيرات فمن ضمن التأيسيرات إن إحنا ممكن لو حد عايز يستحوز على أكتر من واحدة يتصل إلى 8 وحدات بس يكون دراسة الجدوى والمشروع اللي هو هيعمله يتطفق مع المسيح اللي هو واخدها فأنا لو جالي مستثمر كبير وعايز يخش ياخد قدر من هذه الوحدات بحيث إن هو يطلع منتج إحنا في أشد الاحتياج ليه أو إن هو يعمق منتج محلي أو إن هو يقلل من فترات وريدات عندي إحنا كل دي تأيسيرات بالرحب بيه سؤالي الأخير لحضرتك يا فندم دور وزارة التجارة والصناعة في مبادرة حياة كريمة وأيضا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغيرة إحنا طبعا في حياة كريمة بالنسبة لنا تصناعة اللي هي دورين الدور الأول أولا ده فتح طاقات انتاجية لمعظم المصانع عندنا فيه توريد المواد الخام اللي بتحتاجها حياة كريمة فيه توريد المعدات فيه توريد المستلزمات اللي بنحتاجها في تطوير البيوت والمدارس ده شق الشق فبعا كل المصانع عندي بتسعى أن هي تزود طاقتها الانتاجية زيادة ورديات زيادة طاقة عندهم علشان يستوعبوا الشغل اللي جاي من حياة كريمة على الجانب الآخر احنا برضو بنشتغل في خطة انشاء برضو بعض المجمعات في مراكز القرى برضو علشان نعمل تشغيل لأهل هذه المراكز وقرى حياة كريمة فيما يخص بقى جائز سلمية المشروعات وجائز سلمية المشروعات هو الجهة المعنية بالمحور الاقتصادي محور التنمية الاقتصادية وهو أحد المحاور المكملة لحياة كريمة جنب محور التنمية المجتمعية ومحور البنية الأساسية فمسؤول عن التمكين وعن التشغيل وعن أنهم إتاحة فرص عمل لإقالية بشكر حضرتك شكرا جزيلا وزيرة التجارة والصناعة سيدة نيفين جامع شكرا جزيلا وكل التوفيق يا فندم للوزارة بالتنصيق مع كل الوزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق تنمية الشاملة لأهلنا في الصعيد شكرا جزيلا لحضرتك شكرا يا فندم شكرا